واثقا بالفوز يقطو رئيس الوزراء العراقي نور المالكي نحو ما يعتبره نصرا أكيدا سيحققه في الانتخابات البرلمانية هو وقائمة اتلاف دولة القانون التي يتزعمها فالنتيجة تبدو محسومة بالنسبة إليه وما ينتظره فقط هو حجم الفوز كما يقول لذا انتهز المالكي المناسبة لتوجيه رسائل دعة الكتل السياسية إلى ترك الخلافات الماضية ولتجاه نحو بناء الدولة الحكومة المقبلة لن تكون مستنسخة كالحكومات السابقة وشكلها سيكون قائما على أساسا ديمقراطي والتحالفات المقبلة ليس فيها خط أحمر مع أي جهة من القوائم التي تفوز ولكن هناك ضوابط تم وضعها لمن يقبل أن يكون حليفا لنا تأتي هذه المواقف التي تبدو تصالحية بعد أن كان المالكي قد جدد دعوته في أكثر من مناسبة خلال حملته الانتخابية بأن تكون الحكومة المقبلة ذات أغلبية سياسية لكن دعوته جوبهت بانتقادات وتحفظات من كتل سياسية مختلفة ووصفت بأنها لن تنجح وشددت على ضرورة الشراكة في الحكومة المقبلة غير أن الصوت الشيعي يبدو منقسما أكثر من أي وقت مضى يبدو عمار الحكيم زعيم ائتلاف المواطن الذي يضم عدد من الأحزاب والحركات الشيعية معنيا برسائل المالكي فالخلاف بين الجانبين ليس سرا ووصل إلى حد دعم أحد المرجعيات الشيعية للحكيم وتحريم التصويت للمالكي لا يرغب الحكيم بولاية ثالثة للمالكي رئيسا للوزراء وتتحدث الأنباء عن وجود مرشح من قبل الحكيم لهذا المنصب مقتضى الصدر زعيم الطيار الصدري يبدو موقفه محسوما أيضا من الحكومة فهو لن يقبل بترشيح المالكي لولاية ثالثة بعد أن اتهمه أكثر من مرة بالدكتاتورية والفساد وتتفاوت مواقف الأكراد كذلك إذ أبدى رئيس أطليم قردستان العراق مسعود البرزاني في عدة مناسبات سابقة اعتراضا على ترأس المالكي للحكومة لولاية ثالثة وأشار إلى إمكانية تشكيل تحالف مع مناوي رئيس الوزراء بينما لا يبدل اتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني اعتراضا مماثلا على الفكرة أما العرب السنة الذين يعتبرون أنفسهم الخاسر الأكبر في الانتخابات الماضية فتبدو مواقفهم قاطعة إذا تلك القضية فقد أشار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى وضع خطوط حمراء على التحالف مع رئيس الحكومة نور المعكي وكذا فعلت معظم الكتل السنية لكن المواقف النهائية للكتل السياسية بشأن الدخول في اتلافات وتحالفات تبقى رهينة بنتائج الانتخابات كما أثبتت تجربة عام 2010 ترجمة نانسي قنقر